اشتركوا في القناة ايه اقرب الاعمال لقلبك ايه العمل اللي شاركت فيها ايه العمل اللي فانت حسيت انه احدث تغيير في مشوارك الفان والله يا البداية زي ما احنا قلنا كده كانت الاعلانات وانا برضو عايز يعني اقول حاجة مهمة بالنسبة لي لان فيه ناس اثرت او كان لها فضل طبعا بعد ربنا ان هم يخلوا ان واقل يخش في مجال التمثيل الاعلانات كان فيها فيه اعلانات بتحتاج تمثيل شوية فكان فيه طبعا مخرجين ما اقدرش انساهم اشتغلت مع مخرجين كتير بس من اهم المخرجين اللي انا اشتغلت معاهم شوارك كان الفين واثنين بدايته صح؟ لا الفين واربعة الفين واربعة كان بدايته لكن الاعلانات كانت الفين واثنين؟ في نفس الوقت يعني انا عملت اعلانات تقريبا سنة او سنتين واشتركت في الافلام وانا موضل يعني بس طبعا من اهم الاسادزة اللي انا اشتغلت معاهم كان استاذ احمد المهدي الله يرحمه الله يرحمه واستاذ هادي البجوري هما دول اللي شافوا فوائل ان هو بيعرف يمثل كانوا بيحتاجوني في الاعلانات اللي فيها شوية تمثيل ده خلاني ان انا اقرب شوية او اتشاف ان انا ممثل جات البداية في ظرف طارق فتحينيك الاول هو ظرف طارق وواحد من الناس طبعا مع حبيبي والستاذ احمد جلال وطبعا ايه تاني مسجون ترانزيد طبعا وكان لي الحظ بقى الجميل يعني فعلا كان حظي حالو ان انا اشتغلت في افلام لنجوم محبوبين جدا فانا اتشافت هي جات معايا كده يعني بالطريقة دي كان حظي حلو جدا ان انا اشتغلت مع مخرجين متميزين جدا ونجوم متميزة جدا محبوبة اوي من الناس هو ده اللي خل وائل يتعارف شوية وتولت الاعمال شباب كتير حلمهم ان هما يمثلوا حلمهم ممكن يكونوا الشهرة لكن المهم هما بيحبوا هذا المجال الدخلينه عن حب ولا مجرد ان هما عايزين يشيروا معرفش لكن بالتأكيد حب الفن منتشر يعني كتير اوي بيبقوا منفسهم ان هما صغيرين ان هما يمثلوا انت قلت ان انت تعبت جامد يعني ده ممكن يقلقهم لكن عايز اعرف برضو ايه المجهود اللي بوزل عشان في الاخر تحقق حلمك رغم التعب وتنصحهم بايه كمان تمام انا قلت ان انا تعبت وان الدراسة اسهل واحسن طبعا عشان الدراسة ان الواحد بيبقى عارف هو بيعمل ايه على اساس علمي غير الموهبة زائد ان بيبقى طالع مع تيمور يعني بيبقى زميله مخرجين زميله مصورين زميله ممثلين الحالة دي بتأثر في نطجه وبتأثر في علاقاته انا مكنش ليه علاقات ومش من اسرة فنية ولا حاجة فكان الموضوع صعب ان انا اعرف وافهم واشوف وادور واعرف يعني او اطور علاقاتي دي كانت صعبة وانا من الشخصيات دي مش سهل يعني علي ان انا اعمل علاقة بسرعة في الشغل يعني يعني بشتغل وخلاص لكن الدراسة زي ما قلت لك بتخلي الشاب بيطلع فاهم هو بيعمل ايه زائد ان هو ليه زميله في المجال ليه اسات زيته وليه مساله الاعلى وليه بيبقى في المكان المزبوط لكن لما بيجي من برا غير ان هو بيتعف في الاول زي ما قلت لك ان هو هشتغل اعنات واشتغل ادور صغيرة واشتغل وهشوف وهجرب وبجرب كل حاجة زي ما بيقوله كده يعني على الهوى زي ما احنا كده على الهوى انت بتجربي بتاخدي الخبرة بتاعتك عملية لما بيدرس بيجرب مرة واثنين وبيعمل شغله قبل ما يظهر على الكاميرا هو بيبقى عارف هو هيعمل ايه كويس وبيجرب كتير وبيحاول كتير وبيقع ويقوم كل ده في مجال الدراسة بس انت قلتلي يا واقل ان انت ما جربتش حبل كده ولا جربت يعني انا اسألتك لا بصرح المدرسة مصرح الكلية هل كنت بتقف قدام المراية مثل لا دي بقى يعني اكتشفت موهبتك ازاي ولا اول ما طلعت الموضل انت كنت حاببها وخدت تجربة قدام الكاميرا الاول مرة هو انا كنت طفل خيالي شوية يعني يعني يمكن الميزة الوحيدة خيالي ده ممكن تكتب تمام والله يعني ممكن انا يعني ايه ما جربتش طبعا بس ممكن انا اضيف او في السيناريو اه ممكن لو طبعا ده موافقة المخرج ولكن والسيناريوس طبعا ولكن البداية جات معايا ان انا كنت خيالي او انا صغير كنت بعمل حالة يعني اللي هي بيقولوا عليها احلام اليقظة كنت بعمل شخصيات وهمية وشخصيات دي قدام المراية ولا مع نفسك لا ما يعني فالسوء بس انا هطلب منك تعملي دلوقتي حاجة اعمل ايه وامكن داشت التمسيلي كنت بتعمل مع نفسك اعمل معنا بقى والله هي بس جات معايا كده يعني انا واخويا كنا بنحب اول سانما بنحب الافلام وكننا يعني انا كنت اتفرج على فيلم الفيلم تقلد تقلد منه مشاهد بعد بحاول اعمل كده وبحاول يعني بلاقي نفسي مشدود جدا انا كنت يعني كانت كنت مستغرة بقوي كنت بتعيش جوه السيني زي اي طفل كنت فاكرة الموضوع حقيقي الناس دي حقيقة والموضوع ده حقيقي فلما فهمت ان ده تمثيل وان فيه كاميرا ونوضوع خطفني جدا لدرجة ان انا الناس دي اكيد يعني بتعمل سحر ازاي واحد يخليني اضحك وازاي واحد يخليني اعاية وهو بيمثب هو ده مش حقيقي ده دي الفكرة اللي خلتني اشوف ان السينما دي حاجة حاجة يعني كبيرة جدا وحاجة حبتها جدا قلت ايه القدرة اللي عند الفنان او الممثل ده ان هو يبقى عنده القدرة ان هو يخليني ابكي ويخليني اضحك بالطريقة ده هو بيمثب وهي مش حقيقي فدي اللي خطفتني اوي خلتني اركز اوي في الموضوع بس ده حب يجي من الحتة دي يعني هتعمل لنا مشهد ولا ايه مشهد ايه ما هو المشهد يعني يعني اعمل لنا حتى كده ده تمثيلي ورينا حاجة انا مش عارب مش فاكر حاجة في فيلم عملتها لا دلوقتي مش حاجة مش حاجة ده دلوقتي كلام مثلا تقول كلام معين وجهته لحد كلمة ما تنساهاش قلتها فيلم يعني ما فيش حال قافز هنا طيب مش حاجة قاطعليك لا وانا كمان بحب ان انا حضر كتير لشغلي يعني حتى لو الدور مش كبير ولكن لازم اخد وقتي كويس او يعني فيه فنانين بيحبوا يقدوا كل حاجة هل لو طلب منك ان انت تقدم اغنية مثلا ولا معندكش والله لو هتخدم العمل اه لو الدراما بتاعة الشغل كده طلبة ده الممثل يعمل كل حاجة يعني يموثل كويس طبعا يعمل اي دور كوميدي دراما يغني يتنطط يتشقلب يعمل اي حاجة طبعت الاحداث بتاعة القصر مبارئ اه حاجة مشرفة جدا وحاجة جميلة جدا والواحد دايما بيفخر ان هو مصري مش كلام وانا متأكد ان المصريين عندهم شيء مختلف وعندهم اه والدليل على كده على فكرة ودي حاجة مش عارف يعني احنا واخدين بالنا منها ولا لا في وسط الازمات العالمية الكبيرة جدا اللي احنا عايشين فيها وفي وسط مبلاد كبيرة وعالم اول بيتعرض لازمات اقتصادية وازمات اجتماعية كبيرة بسبب طبعا كورونا وبسبب الاحداث دي احنا بنبني بلدنا وبنطور بلدنا يعني بجد دي حاجة كبيرة وحاجة لازم ناخد بالنا منها ولازم نستحمل كلنا اه فيه ظروف صعبة شوية ولكن الظروف دي علينا كلنا ومدام احنا طلعين لقدام يبقى لازم نستحمل ده رأيي الخاص وبجد يعني عندي كده يعني حاجة عايزة اقولها ان ده صعب جدا ان انت تبقي في وسط العالم كله وهو بمتكسر وانتي بتبني بلدك بتبني بلدك في مشروعات قومية كبيرة جدا واصار واحنا شوفنا مبارح حاجة حاجة جميلة حاجة نفخر بها كلنا احنا معينا جزء من العرض برضو لان يعني اكيد كل الناس طابعت مبارح لكن من الابهار اللي كان مبارح بنحب نشوف تاني وانتابع لو حد فاتوا حاجة من خلال المشاهد اللي بنقاردها لكن كمان هرجع اقولك ان زي ما قلت في اول حلقة ان المقاومات السياحية والاثرية اللي موجودة في مصر مش موجودة في اي مكان في العالم ورغم ان مصر فعلا تستحق انها تتربع على هرم السياحة لكن احنا معملناش جلغة دلوقتي لكن الاحداث دي زي حدث المميوات والحدث بتاع امس اللي هو اللقصر وطريق كباش من ضمن الحاجات اللي بتكتذب الناس والنهاية بتلفط نظر العالم ان فيه هنا مكان كان شعاع للضوء منذ ألاف السنين ولا زل هو شعاع للضوء دور الفن زي ممكن الفن يعمل هايلايت على هذه الاحداث وهل انت قدمت عمل سياحي يعني زي ما بنقول تركيا مثلا بتقدم عمال درامية بتلفط النظر جدا ليها كسياحة واحنا عندنا الاكتر من تدب كتير هل احنا بنعمل ده هل انت قدمت عمل مثلا في الغرداء في شرم الشيخ او في مكان اتري لو تفتكر عمر الشريف وفاتن حمامة كان الفيلم كله بيدور في متحف القصر وكان متميز جدا اه طبعا الفن ليه دور كبير جدا انه هو يظهر الجمال القصر بتاعنا وقوتنا في الحتة دي انا بالنسبة لشغلي عملت شغل في الجونة كما سجون ترانزيت اه اتذكر كده في الفيوم والجونة صورنا في فيوم والجونة فيوم جميلة كمان طبعا وتستحق اكتر من المكينة وتطورت جدا دلوقتي اه وعملت كفر دلهاب كان في واحد سيوة برضو سيوة دي حاجة سيوة رائعة حاجة رهيبة يعني انا سافرت اسوان ولقصر طبعا قبل كده هو حاجة مشرفة جدا واقل طموحك الفاني لحد فين؟ هو ملوش حاجة وايه الفيلم اللي انت او الدور اللي انت نفسك تمثله من يوم ما دخلت التمثيل يعني الفنانين العظام الصدقين كان دايما تقولك انا نفسي كنت اعمل مثلا كيلو باتراكا نفسي اعمل ايه دور اللي انت نفسك فيه ولا ما فكرتش كده لا هو يعني وائل عايز عايز يعمل حاجة كتير اوي يعني مش هقولك نفسي اعمل دور معين لا خالص هو انا عايز كل ما الدور بيبقى بعيد عن شخصية الممثل عموما يعني بيبدأ اكتر لا هو بيبنم اوهبته بيحبه اكتر او بيبقى متحمس للدور اكتر ولكن هتقولي لي انا عايز اعمل ايه لا انا عايز اعمل حاجة كتير اوي لسه لسه انا يعني لسه ما طلعتش ما طلعتش موافقة دي حقيق يعني انا او كوائل يعني بيقول انا لسه ما مسلتش وبرده ما قلت ليش يعني اكتر عمل حسيت انه هو اسقالك يعني سألتك السؤال ده بس ما حددت ليش حاجة مهمة الاساتزة اللي انا اشتغلت معا انا زي ما قلت لي كان ليا حظ يعني مثلا لما تقف في يعني الاعمية في المخرج مش في العمل في المخرج في الكست كله يعني هو الكروك كله مهم جدا يعني مثلا لما استاذ طبعا لو نتكلم مع المخرجين استاذة صندرا استاذ احمد جلال استاذ علي ادريس استاذ رسال بحر استاذ عمر عبدالعزيز استاذ داود عبدالسيد داور عبدالو كان ليا الشرف ان انا وقفت قدام الكاميرا بتاعته طبعا النجوم الكبيرة بقى اللي انا وقفت قدامها واللي علمتني كتير زي مثلا استاذ نور الشريف الله يرحمه ويعني مش عايز اقولك على نور الشريف دا يعني حاجة مش هنقدر نعدي كده عايزين نعرف مدرسة انت في المدرسة يعني انا كنت اول مرة اقف قدامك وكنت لسه في بداياتي فمخطوف جدا يعني مخطوف ان انا اول حاجة واقف قدام نور الشريف دا موضوع كبير بالنسبالي جدا طبعا ومخدود جدا ولكن هو بكل حب وهو دا الاستاذ بقى هي دي الرسالة هي دي العبقرية وهي دي العبقرية ان هو يطمنك وان هو يفضل مفيش والله انا الله يرحمه مفيش مشهد عملته معاه غير ان انا تعلمت حاجات كتير ومش في التمثيل بس انسانيا في وقفتك في الاضاءة بتاعتك يقول لك خلي بالك علشان ضوءك خلي بالك علشان لما تقول كده يبقى حاجة جميلة جدا وحاجة انا استفدت منه كتير جدا وطبعا انا بعشاءه اصلا يعني استاذ نور الشريف الله يرحمه غير طبعا مثلا استاذ استاذ حسن حسني استاذ محمود ياسين اه يعني اصلا كتير مش هايدين ينسى حد لكن انا يعني فعلا موهبة ان انت تتمارس موهبتك وان انت تطلع ابداعك من فلال عمل فاني ده شيء جميل عايزة في الاخر كان نفسي اعود معاك اكتر من كده بس محتاجين تقول كلمة بس للشباب في عجالة عشان وقتين والله انا بقول للشباب خليك ورا حلمك اه اقع تيأس الحياة مش مش زي ما انت فاكر لأ فيه هتقع وهتقوم بس المهم تصر ان انت توصل الهدفك ومدام انت بتعمل مجهود مفيش مستحيل فاني واقل سامي بشكرك على تواجدك معي النهاردة وبشكرك على المصايح الهمة اللي قدمناها للشباب النهاردة وبشكركم على متابعتكم لحلقتنا شباب على الهوى وبقول في اخر حلقتي مصر عظيمة جدا تستحق الشباب عظماء والشباب والبشر اللي موجود في هذا المكان هو اللي صنعوا الحجر مش للحجر هو اللي صنعنا صنعوا من زمان وقدر على صناعة جيه احنا املنا كتير كبير اوي في شبابنا ان هم يكونوا على نفس نهج الاجداد زي الحدث اللي شفنا مبارح وتقدروا فعلا تكتشفوا بداخلكم الكثير من المواهب الكثير من الافكار لتعود بهذا الوطن العريق الى مجدو الى اللقاء وحلقة جديدة مش هباب على الهوى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة